طيب امام عشور امام عشور انت حراركم عرفته انه جي الكاهرة بسبب اصابة عرض لها مع ميتلند هتخليه غيب لنهاية الموسم وبالتالي ميتلند وافق انه هو يرجع للكاهرة هقولك شوية معلومات وهقولك اللعب بيفكر فيها المعلومات ان امام عشور مش مبسوط في ميتلند مش عارف يا طاقر لا مع الاجواء ولا مع المدرب مدرب ميتلند الدنمارك تمام فامام في الفترة القولية دي مش مبسوط طيب هل ده معناه ان امام عشور خلاص اكيد هيمشي من ميتلند لأ اش معناه كده بس لو جاله عرض خارجي خارجي ركز معاي لو جاله عرض خارجي انه يصيب ميتلند هيوافق فورا طيب لو جاله عرض من الزمالك هيفكر لو جاله عرض من الاهلي هيفكر باوض شوف انا بقولك الكلام بايه وانا ماشي على المسطرة يعني لا عايزة بلغلك ولا عايزة اقولك المعلومات اللي هو امام عشور كان متلند كبري وهيروح النادي الاهلي وامام عشور ما بيحبش نهدي الزمالك وامام عشور عايز يكمل في اوروبا لا انا قلتها لك بشكل واضح الاولوية عند امام عشور ايه انه يرحل من متلند الدنماركي لنادي اخر في اوروبا او في الخارج يعني دي الاولوية عند امام عشور طيب الحاجة التانية ايه انه يبقى في متلند الدنماركي الحاجة التالتة والربعة والاتنين سواسية انه ممكن يفكر في عرض الزمالك الجديد وممكن يفكر في عرض من النادي الاهلي انه ينضم ده الوضع بالنسبة لامام عشور اي كلام بقى في مبالغات هنا او هنا مش مزبوط ده الوضع القوى مرة تالتة امام عشور اولوية عنده ايه انه يفضل في الخارج شكرا